عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف توفر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به وقت الأزمات في أحداث التوازن للأسواق وأشر رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف تلبية للإحتياجات والمتطلبات لافتاً إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص في كمية الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الصوامع واستخدامها في الفترات البينية كمخازن للأعلاف مطالباً بوضع خطة متكاملة في هذا الشأن تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي